حلقة النهاردة اسمها الهروب من الواقع حلقة مختلفة قد تبدو مختلفة شوية ولكن في نهايتها هتعرفوا ان الهروب من الواقع احنا عايزين نروح لمين وعايزين نتكلم على مين لان الهروب من الواقع له كذا وجه الوجه الاول هو الشرشرة والدعاء الاكاذيب وتزييف الحقيق في وسائل الاعلام ده اول حاجة تقولها لما تيجي تتكلم عن الهروب من الواقع حتقول الثلاث كلمات دول تزييف حقائق ان انا اطلع اقول ايه انه اسلام الشاطر ده ما بيعرفش بلاش اسلام الشاطر اي حد ما نقول ميسي مثلا ما بيعرفش يلعب كورة فلما اطلع اقول ميسي ما بيعرفش يلعب كورة وبعد مجموعة هزازين الرؤوس يطلعوا يقولوا اه صح ميسي ما بيعرفش يلعب كورة وبعدين غيرهم يطلعوا يقولوا اه ما بيعرفش يلعب كورة وبعدين غيرهم يطلعوا يقولوا اه ما بيعرفش يلعب كورة تلاقي الكلام كتير قوي ان ميسي ما بيعرفش يلعب كورة ولكن اين الحقيقة الحقيقة ان ميسي اعظم لعب كرة قدم في العالم هو ده بالزبط اللي بيعمله بعد من لايه يشجع النادي الاهلي خلال الساعات القليلة الماضية تحديدا بعد ثلاثية النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم هناك بعض المصطلحات اللي دايما هنتكلم عنها عندما نتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الأهلي المصطلح الأول الهروب من الواقع المصطلح الثاني بص العصفورة خلي بالك خلي بالحضراتكم من الكلام ده كويس جدا بص العصفورة والهروب من الواقع دول مصطلحين هنفضل نتكلم عنهم كتير خلال الأيام القادمة كل ما يحصل هزة أو هزيمة عند بعض المنافسين تلاقي هم طلعين يقولك ايه يجري بسرعة من هنا ويهرب من هنا ويخش هنا ويخش هنا عشان ايه عشان حاجة واحدة بس عشان يبعد الكلام ويبعد العيون عن اللي بيحصل بالضبط موقفهم ده بيفكرني لما تيجي فرخة فرفر وها بتطلع في الروح تشوفها دايما عند الفرارجي اللي ما يعرفش انا بقوله ده ممكن يروح ويشوف واحد يجي يسألني يقولي انت ايه اللي انت عملت تقوله ده يا عم اسلام هقولك ضربني وبكى وسبقني واشتاك ده برضو بالضبط اللي بيحصل من بعد ما نلاقيه ويشجع النادي الأهلي رحيني يشتكوا كهرباء بحجة انه تطاول اوقال الفاظ موسيقى لا والنبي تتكلم بجد عندك قلب ان انت تطلع تقول هذا الكلام هو حضرتك الالفاظ الموسيقى دي معروفه فين مصدره معروف في مصر كله والعالم العربي وفي كل حتة في العالم العربي معروف اين مصدر الالفاظ الموسيقى عايز تسمع الفاظ موسيقى هات القناة ياه هتسمع احد البرامج هتسمع هذه الالفاظ البذيئة وحتسمع اكتر منها وابشع الالفاظ هتسمح فانت بتكلم بجد انت بتكلموا بجد حضراتكم بتكلموا بجد وحيطلع بعد هزازين الرؤوس يطلعوا يقولوا هذا صح صح عندك حق صح ونقعد نسمع الالفاظ الموسيقى الموسيقى الحقيقية اشتركوا في القناة